السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلابي وطالبات الصف الأول الثانوي اليوم بإذن الله تعالى هنبدأ في شرح الدرس الجديد من دروس التربية الإسلامية وهو درس الإسلام والحضارات الأخرى يتحدث درس الإسلام والحضارات الأخرى عن العديد من عظماء المسلمين والذين كان لهم دور في تنمية الحضارة الإسلامية وكان لهم دور في تنمية الحضارة الإسلامية فارتقوا بأمتهم بعلمهم وإبداعهم ومن العلماء المسلمين منهم جابر بن حيان والذي برعى في الكيمياء والفلك والهندسة وأيضا الإدريسي وأيضا أبو بكر الرازي وهو أول من استحضر حامض الكابريتي وأيضا من العلماء المسلمين الخوارزمي والذي برعى في علم الفلك والجغرافيا والرياضيات طيب نبدأ كده مع بعض الدرس لقد كان من عظمة العلماء المسلمين أنهم استفادوا من كل علم سبقوا به ثم صاروا طورا أرقى في حركة العلوم العالمية حين جددوا مناهجها وابتكروا طرقها وقوانينها واكتشفوا خواص المواد حتى استطاعوا تغطية جوانب الحياة الإنسانية كلها ومدوا أبحاثهم وتجاربهم إلى كل ما أمكنهم وكان ذلك استجاب الأمر الله تعالى وقربة له سبحانه وتعالى حتى استطاعوا أن يقيموا حضارة زاهرة عرفها كل العالم واستفادوا منها الإسلام يحث المسلم على النظر والتفكير القويم الإسلام هو خاتم الأديان ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وقد جاء الإسلام ليجمع الإنسان على الإيمان الحق وأيضا على النظر واستقامة التفكير ولهذا كان دينا صالحا لكل زمان ومكان قال تعالى قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات للنور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ولعل من من أخص ما أوجبه الإسلام على أتباعه أنه حثهم على النظر والتدبر والتفكير القويم وتحرير العقل من أغلال التقاليد فقال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وإذا قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون طبعا هذه الآيات بتدعو الإنسان إلى النظر والتفكر أي كيف سبحان الله وسبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض ورفع السماء بلا عمد وأيضا من قطرة سبحانه وتعالى اختلاف الليل والنهار وقلق الفلك والتي تجري في البحر سبحان الله كيف هذه السفينة التي تسبح فوق الماء فوق الماء تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء أن الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء وماء المطر فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض طبعا هذا بقودة الله سبحانه وتعالى أحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب يعني ربنا سبحانه وتعالى بيصريف الرياح والسحاب حيثما يشاء المسخر بين السماء والأرض طيب كل ذلك الذي يتأمل كل ذلك من هم الذين لهم عقل ولهم فكر سليم يتدبر كل هذه الآيات ثم يستخلص ما فيها من أسرار وعلوم تنفع الناس وبهذا دفت القرآن الكريم نظر المسلم إلى ظواهر الكون طالبا منه النظر والتدبر والنظر يؤدي إلى العلم والنظر يؤدي إلى العلم وبالعلم تنشأ الحضارات وما كان يمكن تصور قيام حضارة في شبه الجزيرة العربية لو لا ظهور الإسلام فماذا عسى أن يكون في الإسلام من مقومات تؤدي إلى قيام حضارة المثل الأعلى للإنسان العالم العامل جاء الإسلام بتصور مغاير لغيره من الأديان سواء بصدد الحياة على الأرض أم بصدد المثل الأعلى للإنسان فليس نزول آدم عليه السلام إلا الأرض عقوبة على خطيئة وإنما يكون خليفة الله في أرضه دون ملائكتهم قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة كما رفض الإسلام حياة الرهبنة حيث لا رهبانية في الإسلام يبقى أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليس للعبادة فقط ولكن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لحتى يعمر الأرض وأيضا يستبدل ويقوم بتعمير الأرض بل يستبدل بها عمارة الأرض قال تعالى هو الذي هو هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستعمركم فيها أي جعلكم عمارة لهذه الأرض فالمسأل الأعلى للمسلم هو العالم العامل وليس الراهب الناسك خلافة الإنسان في الأرض وخلافة الإنسان في الأرض تعني المنزل العظيم للإنسان فقد سلم الله تعالى لهذا الكائن الجديد اللي هو المقصود بالإنسان في الوجود زمام هذه الأرض وأطلق يده فيها ليبرز ما شئت الله في كشف ما في هذه الأرض من قوة وطاقات وكنوز وخامات بعد أن علمه الله تعالى الأسماء كلها دون سائر الملائكة وبالعلم اكتشف الإنسان ظواهر الكون وبهذا التصور الجديد عن الإسلام عن الإنسان وتسخيل الله له جميع مخلوقاته في البر والبح حتى تتهيأ له أسباب التفوق والإبداع والتكوين والابتكار أسس الحضارة في الإسلام إن الإسلام قد وضع للإنسانية أسس حضارة مجيدة تنزع إلى الماضي فتعترف بجهد السابقين وتمضي إلى المستقبل ويتحمل خبرة الماضي تحفظ بها جهد السابقين ثم تضيف إليها جهدها الخلاق لماذا؟ لأن الحضارة ليست عمل جيل من الأجيال بل عمل الإنسانية من أول آدم عليه السلام إلى يوم الدين فالإسلام يتميز بأمرين أول شيء اعترافه بجهد السابقين والاستفادة من هذا الجهد في شتى العلوم وما أعظم سرط العلم وأنت تأخذ منه عن السابق جهده لتستعين به ثم تبني عليه لتتركه لمن يأتي من بعدك وذلك كله أثر أثر حضارة الإسلام بالعلم وترغيبه فيه تنشئ أن الحقائق التي تضمنها القرآن الكريم والسنة النبوية ينضبط بها السلوك الإنساني فيمضي فيه خطا سابتة في البناء والكشف فلا يدمر ما يعمر فحضارة الإسلام إذن تتميز بأن تجعل من عمل الفكر وطلب العلم والتفكير في الكون عبادة يتقرب بها إلى الله ونتيجة للتعالي للإسلامية اهتم المسلمون كل الاهتمام بالعلوم والمعارف في كل البلاد التي فتحوها وأيضا عنوا بالترجمة عناية فائقة وأغضقوا على المشتغلين بها من الأموال ما جعلهم يؤدون الترجمة بعناية وضقة وحماس وكانت الترجمة ميسورة سهلة لماذا لكثرة المسلمين الذين يعرفون لغات هذه البلاد من العرب المسلمين أو من أهل هذه البلاد الذين دخلوا في الإسلام وأيضا تعلموا لغة القرآن فوق لغتهم الأصيلة فكانت أداة الترجمة موفورة إلى حد بعيد في الدول الإسلامية ولولا إخلاص المسلمين وحرصهم على الثقافة ونشرها بتوجيه من دينهم لظلت الثقافة القديمة دفينة ميتة كما نجد أن المسلمين برعوا في كثير من العلوم فقد تجل استقل لهم الفكر وخيالهم وقوة إبداعهم فيما ابتكروا في كثير من العلوم مثل علم الفلك وعلم الكيمياء وعلم الطب والتشريح والجراحة والتداوي وما تبع ذلك من إجادتهم في علم الفلك والأعداد الحسابية وغير ذلك من اختراع الساعات ونحوها من الآلات وتبعا لتلك النهضة عنيت ديار الإسلام بدور الكتب حتى كان في القاهرة وحدها في أوائل القرن الرابع مكتبة تحتوي على مائة ألف مجلد منها ستة ألاف الطب والفلك وفي أسبانيا مكتبة الخلفاء بلغ ما فيها ستمائة ألف مجلد وكان فهارسها أربعة وأربعين مجلداً وكان في أسبانيا وحدها سبعون مكتبة عامة طيب الحضارة الإسلامية هي حضارة دينية علمية لماذا؟ لأن الإسلام لا يعادل علم بل يدعو إليه بل يفرض على المسلم أن يتعلم منهج القرآن في ذلك فهو منهج الفطرة وتوصل المسلمون إلى وضع القاعدة الأساسية في المنهج العلمي ما هي هذه القاعدة؟ لمقصود بها المنهج التجريبي الذي يقضي بأن يتوخى الباحث دراسة طاهرة طبيعية معينة كما هي موجودة بالفعل في عالم الواقع عن طريق الملاحظة وإجراء التجارب ثم التوصل بعد ذلك إلى وضع قانون عام لهذه التجربة لقد ظهر هذا المنهج التجريبي الذي يعتمد على الملاحظة والتجربة والاستقراء لأول مرة في تاريخ الحضارة البشرية على أيدي العديد من المسلمين المشتغلين بالعلوم التجربية مثل الكيميا والفيزياء والطب ويعتبر جابر بن حيان المتوفي عام 200 هجرية سنة 815 ميلادية من أوائل الذين أدخلوا هذا المنهج في أبحاثهم لقد كان جابر أعظم كيميائي عمل صيدرانيا في الكوفة وضع عدد من المؤلفات في الكيميا منها كتاب الخواص وكتاب النجوم وغير ذلك من الكتب وأيضا أبو بكر محمد بن زكريا الرازي المتوفي عام 321 هجرية سنة 924 ميلادية أول من استحضر حامض الكابريتي كما أنه رفض السحر وقال ببطلان إمكانية تحويل المعادل إلى ذهب ويعد الحسن من الهيثم المتوفي عام 430 هجرية سنة 1039 ميلادية من الرواد الذين أساسوا المنهج التجريبي في الفيزياء فهو من أنشأ علم الضوء بلا منازل وكان كتاب المناظر مرجع الأساسي لعدة قرون وتميزت دراسته بالتجربة ودقة الملاحظة وقد استطاع البيروني المتوفي عام 440 هجرية سنة 1048 ميلادية ومن جاء بعده من علماء الإسلام من تقدير النقل النوعي لعدد من المعادن والأحجار الكريمة تقديرا دقيقا لم يتوصل إليها الأوروبيون إلا في الآونة الأخيرة والشهر البيروني بقياس أبعاد الأرض وتفسير ظواهر الشفق وكسوف الشمس وناقش الأدلة ناقش الأدلة على كروية الأرض ودورانها حول وحمة محورها وحول الشمس ونجح أيضا أبو بكر محمد بن زكريا المعروف في الطب وتعلم فنون المعالجة والكشف وجاء ابن النفيس المصري المتوفي عام 607 هجرية عام 1210 ميلادي وقد دوس كتب السابقين وابتكر نظريات جديدة في الطب وفي الوقت التي كانت فيه أوروبا تغط في سباة الجهل وكانت تنصب المشانق لقتل العلماء الذين يخرجون على سلطان الكنيسة في هذا الوقت الذي كان يسمى بالقرون الوسطى كانت الحضارة الإسلامية في أوج عظمتها وما كان الغرب أن ينهض ويستيقظ من غفلته لو لا نقلت الحضارة الإسلامية والاستفادة من هذه الحضارة وأي ابتكر علمي في فرع من فروع العلم كان السابق فيه للمسلمين الذين نبغوا في الرياضيات والكيميا والفيزياء والطب والاجتماع وشؤون الحكم وقد ترجمت مؤلفات كثيرة أو ترجمت مؤلفات كثيرة لعلمائنا واتخذها الغرب أساسا للدراسات في جامعة في الجامعة كرونا عديدة طيب نبدأ مع بعض كده نحل الأنشطة والتدريبات السؤال الأول لماذا حث الإسلام على النظر والتفكر الإجابة لمعرفة أسرار الكون وذلك يؤدي إلى الاكتشاف والعلم وحتى تكون لنا حضارة خالدة خالدة عن طريق العلم عن طريق العلم طيب نشوف في السؤال الثاني أذكر بعض الآيات التي تبين ما أوجبه الإسلام على أتباعه من التفكير القويم وتحليل العقل من ضمن هذه الآيات قوة تعالى قل ننظر ماذا في السماوات والأرض طيب السؤال رقم ثلاثة من المثل الأعلى للإنسان لبناء الحياة الناجحة المثل الأعلى هو العالم العامل وليس الراهب الناسك السؤال رقم أربعة ماذا تعني خلافة الإنسان في الأرض مقصود بخلافة الإنسان في الأرض هي أعمال الأرض ونشر الخير والحق والعدل السؤال رقم خمسة ما أسس الحضارة في الإسلام أسس الحضارة في الإسلام واحدة الاعتراف بجهد السابقين والاستفادة منه اتنين أن يسير السلوك الإنساني وفق القرآن الكريم والسنة النبوية السؤال رقم ستة لماذا أمرنا الإسلام أن نهتم بتراس أسلافنا فالإجابة هتكون حتى نستفيد منه ونبني عليه السؤال رقم سبعة الحضارة الإسلامية تتميز بأمرين مهمين يذكرهما واحد أنها حضارة دينية اتنين حضارة علمية السؤال اللي بعد كده السؤال لماذا كاد الحضارة الإسلامية حضارة دينية وعلمية لأن الإسلام لا يعاد العلم مطلقا بل يدعو إليه ويحب بالناس فيه وأيضا تفوق على غيره من الأديان من الأديان بأن جعله بأن جعله سعلم العلم فريضة على المسلم وميزه عن كثير من الأديان السؤال اللي بعد كده ما جهود جابر ابن حيان في المنهج التجريبي ما جهود جابر ابن حيان في المنهج التجريبي هو من أوائل الذين أدخلوا للمنهج التجريبي في أبحاثهم كان أعظم كيميائي وعمل أعمل صيدلانيا في الكوفة وضع عدد من المؤلفات في الكيميا منها كتاب الخواص وكتاب النجوم السؤال رقم 11 ما الذي أسهم به أبو أبو الريحان أي بيروني في المجال العلمي لتقدير النقل النوعي لعدد من المعادن والأحجار الكريمة تقريرا دقيقا اشتهر بقياس أبعاد الأرض وتفسير ظواهر الشفق وكسوف الشمس السؤال البعض لفت القرآن الكريم نظر المسلم إلى ما في الكون من أسرار واذكر الآية التي تدل على ذلك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفرك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخولي بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون لآيات لقوم يعقلون السؤال البعض كده لماذا رفض الإسلام حياة الرهبنة واستبدل بها عمارة الأرض لأن تكدنا لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان للعبادة فقط ولكنه خلق الإنسان حتى يقوم بتعمير هذه الأرض وينشر فيها العدل والأمن والأمان أنا كده انتهيت من الدرس سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونعطوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته